اشتركوا في القناة في التربة لتربية اطفالي الا اننا لم نتمكن من العثور على اي شيء نحن نحصل على الطعام من التسوي لقد زرعنا الطعف مرتين والذورة الرفيعة ثلاث مرات لكنهما لم يستطيعوا النمو بسبب استنزاف المياه ماشيتنا تموت من العطش هناك جفاف شديد لم ارى مثل هذا الجفاف طوال حياتي جميع البذور لا يمكن ان تمو في مواجهة الجفاف وزاد عدم توفر المياه في المنطقة من تفاقم هذا الوضع ويحث المزارعون الجهات المعنية على مضاعفة جهودها المنقذة للحياة للتخفيف من ازمة الجفاف نحث كافة الجهات المعنية على تسهيل خدمة المساعدات والقروض نحن بحاجة الى توفير المياه بشدة وشدت الخبير الزراعي في محافظة ابرق الليمولو يحش على انه على الرغم من ان 6500 هكتار من الاراضي كانت مغطاة بالمحاصيل الا انها لم تتمكن من النمو بسبب نقص المياه في هذه المنطقة بغي 6500 هكتار من الاراضي غير منتجة بسبب عدم توفر المياه نتيجة لذلك ليس لدى المزارعون والحيوانات ما يأكلونه لذا نطلب من الحكومة ووكالات الإغاثة تقديم الدعم الإنساني ومن جانبه يناشد مدير محافظة أبرق الليح حاقوس هادرة أصحاب المصلحة المساعدة المزارعين على التخطي من الجفاف نحن نعاني من أزمة الجفاف وينبغل الوكالات الإنسانية والحكومة أن تسعى جاهدة لانغاذ الناس ستكون العواقب مدمرة إذ لم نتمكن من معالجة التحديات في الوقت المناسب اشتركوا في القناة